وصلت إلى لبنان طائرة أردنية خامسة تحمل مساعدات غذائية وطبية إلى بيروت وأفادت المصادر اللبنانية بأن هذه الطائرة تأتي ضمن جسر جويا إغاثي تسيره الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وتحمل على متنها مواد إغاثية وإنسانية أبرزها مادة الطحين وذلك بعد تضرر صوامع القمح في مرفأ بيروت وكانت الهيئة الهاشمية وبتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني قد أرسلت خلال الأيام الماضية أربع طائرات تحمل أدوية ومستلزمات طبية لمساعدة الشعب اللبناني الشقيق